السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة شايفين هاي النبتة اسمها أرزان هاي النبتة اسمها غير مشهور لكن هاي النبتة ما بيفلا وما بمنزل وما بحوض زريعة إلا مو مزروع بنبتة الأرزان لأن نبتة الأرزان فوائدها عظيمة هاي النبتة تعكس حرارة الشمس وتعطي برودة وبنفس الوقت تعطي للمنزل أكسجين بنسبة 80% وهاي النبتة دائمة الخضرة يعني على طول أوراقها مفتحة وخضرة هاي النبتة أوراقها لونها خمري منظرها جميل جدا نقدر نزرع أحواض من هاي النبتة وإحنا لو قعدنا بحرف حوض زريعة قد من كانت الدنيا شو بتحس الدنيا برودة ليش؟ لأن هاي النبتة تعكس حرارة الشمس وتعطي برودة هاي النبتة نقدر نزرعها فقط من خلال التعقيل متى ما حبينا سواء بالربيع أو بالخريف أو بالشتاء نأخذ أربع خمس أقلام تقريبا ونجرد كل الأوراق القديمة من القلم ونزرع بسطل صغير ما يتجاوز ارتفاعه لعشرة سنطي ونقدر نزرع بحية لنوع تربة سواء كانت طينية أو رملية لكن الأفضل نخلط مع التربة مقدار خمسة عشرين بالمية من السماد العضوي وبعدين نغرس العقل بالتربة بعمق ثلاث سنطي تقريبا ونغلف العقل بقنينة بلاستيك حتى التربة تكسب حرارة ورطوبة وبنفس الوقت العقل نحميها من الهواء الساخن أو من الهواء البارد يعني بدنا نخلي القلم يعيش لأطول فترة ممكنة حتى القلم يعطيني جذور قبل ما ينشف أو يموت مثل ما شفتم أخوتي بعد مرور شهر تقريبا العقل صار فيه عدنة أوراق جديدة وهاي العقل كلها صار فيها جذور حاليا بدي أستخرج العقل مشان تشوفون جذورها وانت بهاي الطريقة تقدرون تزرعون آلاف العقل وبعدين تنقلون العقل على حوض زريعة وتكثرون من السقاية وهاي العقل خلال ثلاث شهور تقريبا رح تملأ لكم حوض زريعة بنبتة الأرزان مثل ما لكم شايفين الجذور كثيفة احنا غرسنا العقل بمادة الأولوفيرا بعمق ثلاث سنطي تقريبا ومثل ما لكم شايفين مساحة الجذور قد المساحة اللي نزلناها بمادة الأولوفيرا أنا استخرجت العقل من السطل الصغير وبدي أنقلهن على سطل أكبر فقط مشان أشوفكم جذور العقل بعد زراعتهم بثلاثين يوم تقريبا وانتم تقدرون تزرعون بهاي الطريقة آلاف العقل وتوفرون على حالكم الكثير من الفلوس وهاي النبتة مثل ما ذكرت لكم بفوائدها العظيمة نقدر نستكثر منها بهاي الطريقة الفريدة إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة أتمنى منكم ما تروحون تعبنا على الفاضي وتشتركون بالقناة كنوع من الدعم وإذا كنتم مع متشاهدون هذا الفيديو من خلال الفيسبوك أتمنى منكم تسجلون متابعة حتى يصلكم المزيد كان معكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته